السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع قوي جدا تقدر تعمل به فيديوهات وتقدر ترفع الفيديوهات دي على مواقع زي اليوتيوب وإنستجرام وتيك توك وتقدر تكسب منها لما كسب كويسة يعني ممكن تكون عندك قصة معينة وتبدأ تخليه ساعدك في القصة دي هوريك الموضوع بسيط جدا أنا عملت فيديوهات من الموضوع ما خدتش مني ديتين ثلاثة طيب مثلا هاجي هنا وقول له ان انا عايز ابدأ اديك بروميت لو اديت بروميت حلو وكبير اديت قصة هاعمل لك حاجة ممتازة بس انا عشان لو اريكم التجربة انا هكتب بس ايه ابن رشد ماشي؟ لكن انت ممكن تديره قصة كاملة يعني انت قلبت قصة فبدل ما تدور على الرسام يرسمها لك وبدل ما تدور على بعدك حد جرافيك وبعدك حد صوت وبعدك حد يعمل لك سابت تايتل كل ده هيتعمل في ثانية واحدة هنا هتختار بقى انت عايز بالمقاس دوت ولا المقاس ده 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 طول قد العرض هنا لا الموضوع المختلف على اساس نوع يناسب التك توك والإستجرام هنا بناسب اليوتيوب فحسب المعاصر انت عايز ترفع عليه عايزه سريدي كارتون ولا عايزها كوميك ولا عايزها أنيمي ممكن نفس الكلمة او نفس الكصة او نفس التجرب التون عايز اللي بتكلم طبيعي ولا رعب ولا بيزنس تبدأ تختار اللي انت عايزه طيب انا هنا هقول له لا انا عايزها اطفال هؤل له هو اوتوماتيك يبدأ بقى يكتب القصة يكتب السيناريو يعني مثلا لو تروا ابن رجدا يبدأ بقى يشوف ابن رجدا وشاب وكبير ايه اهم عمل ابن رجدا ويبدأ يعمل لكل واحد فيهم السيناريو التكست وبعد كده يكون لها صورة وبعد كده الصورة دي نقدر نعمل لها انيمي وبعد كده نقدر نعمل فيديو كامل لابن رجدا الموضوع فعلا رؤى يعني هكد كنت عندك فكرة معينة عايز تنشرها مثلا عن الحفاظ على البيئة عن غزة دعوة الاسلام السياحة ستقدر تعمل فيديو المهم ان انت تقرأ الكلام وتأكد انه معمول مصبوط تمام فهو قد بدأ يكتب لك العمل ان هو ان هو هيعرفك بابن رجدا وان هو راجل البحث على فكرة ابن رجدا هتلاقي لما يكبر هتلاقي صورة قريبة لابن رجدا ابن رجدا ابن رجدا من الشخصيات اللي هي فضل على اوروبا كلها لان هو يسمونه الشرح الاول ارستو هو المعلم الاول لان هو اكتر حد اعتمد عليه في التبني الفلسفة وان رجدا هو اللي كان يشرح الفلسفة على اموم انا اختبت الفيديو ممكن ازود فيديو في الاول او في تحت وكتب التكست اللي اريد يبدأ يعمل لي الصورة ممكن نلغيها ممكن اقول له انيمي يبدأ يعمل هالي تاني لو في صورة انا مش مكتنع بها اكتب التكلم اللي انت عايزه هنا وقال له generate وممكن نلغيها يعني هرفع صورة وقال له استخدام الصورة دي بس خليها حولها من الصورة عادية لصورة كرتون لو الصورة ما عاجبتني اريد اعمل صورة تاني انيمي هيعمل لي حركة في الصورة اللي موجودة يجب التحرك ويجب التكلم ويجب التكلم اتستخدم صورة من عندك دونلودة تحمل المقطع اللي يكون خمس ثواني نرى نرى الفيديو اللي هو عمله خمس ثواني لاحظت ان هو بعمل زوم ده الوش نفسه بتحرك طيب انت حاس ان الحركة غريبة قل له regenerate او اعمل انيميام تاني وثالث ورابع لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها يبقى تيجع لكل واحد فيهم وتقول له اعمل الحركة ممكن واحدة فيهم تطلع وحشة تعملها تاني ما تصدرش الفيديو غير لما تتأكد ان كل الفيريمات كويسة تمام اتأكد ان مشهد مشهد كويس تقدر هنا تعيد ترتبهم تقدر ان انت تلغي طيب بعد كده اقول له next تبدأ بقى تختار شكل الكتابة اللي هيبقى موجود تمام استطايتل الصورة الصغيرة اللي هتحصل الحركة وبعد كده انت تبدأ تقول له ابدأ اعملي الفيديو فهيبدأ اعملك الفيديو السواني وهو كتاب لي السامري بحيث ان انا احطه في قلب الفيديو اللي انا هرفعه على الانستجرام او تيك توك او اليوتيوب والداني الهاشتاج يعني هو سهل علي وكتب لي كل حاجات دي طبعا ابن رجج من الناس المشهورة في الفلسفة فكتب لي فلسوفي وتقدر بعد كده تحمل الفيديو كاملا وترفعه في اي مكان تحمل الصورة وتحمل الموضوع كله ابسط من البساطة يمكن بس المطلوب مني ان انا اتفرج على الفيديو بشكل ضقيق وتأكد ان الصورة ممتازة ان الفيديو ممتاز لو بحاجة فيه مغلط باش هترسمه هتقول لي اعملها لتاني وبوريك بعض الفيديوهات اللي انا عملتها وفعلا رفعتها على حسابي على تيك توك وعلى الانستجرام وفعلا انا حقق مشاهدات اكثر من الموضوعات طبعا تكون افضل لما تتحول كل فيديو وتضبط بس انا بوريك ان هو كتب التكست بشكل حلو وكتب القصة وحطلك الصوت يعني اي موقع تاني بيعملك جزء منه فتلاقي موقع بس يعمل لك السيناريو واحد يعمل لك صورة واحد يعمل لك حركة لا ده الموقع ده اختصر عليه كتير بص عملت انا مثلا قصة بتاعة الارنبوس الحفا تمام السبق اللي بينهم اللي ابن سينة اللي قصة خاصة بالطيور وفي كذا كل واحدة فيهم دي الحركات وبعد كده حطيت الصوت في المنتج النهائي كل واحدة فيهم هتلاقي حركة خاصة بها تمام فلما بيطلع الفيديو بيطلع بجودة عالية خليني اواريك برضو شوية حاجات اللي وجدت هنا ما هي بروجيكت هتلاقي حاجات اللي قصة شخصية ممكن نبقى فيها القصة مفيدة مثلا حاجة خاصة بالكنز تمام حاجات خاصة بمصر حاجات خاصة بالاسلام والاسلام حاجات خاصة بشركة قابل تمام قصة قابل غني قابل فقير تمام حاجات خاصة بمصر حاجات خاصة مجرد ان انا بس ايه كتبت له جملة صغيرة او حاجة بسيطة هو يبدأ ان هو يعملها هنا الجالاري بحيث شوف الناس تانية عملت ايه وتحاول ان انت تستفاد منهم هنا عشان لو انت عايز ترفع صور وتستفاد منها ممكن ترفع صورة ويحزف لك الخلفية ممكن تتغير الستايل يعني صورة عادية تحول الكرتون دي صورة طبعية رفعتها وقلت لي حوالها الكرتون فعمل هالي بحيث ان انا ممكن استخدامها بعد كده في الفيديوهات فموضوع ظريف جدا جدا ولذيذ وتقدر تبديع ممكن يكون عندك قريب قصة عجبتك تدهال ويعمل لك قصة كلها في الاتين فيبقى عندنا قصص حلوة هو حتى الان العربي لسه بش حلو لكن بالانجليز كويس لكن موضوع الترجمة ده ليس سهل يعني في خاطرة بسيطة هيبدأ ان هو يخليه بالعربي هسيب لك الرابط وتمنى تشترك تورير الفيديوهات انت عملتها بقى شكرا